تونس الخضراء أسئلة كثيرة تدور في بنا وإحنا نستقبل عام 2029 السنة اللي ممكن نشوف فيها قيس سعيد مرشحا مرة ثانية في الفيديو دا هنحاول نفهم خمسة حاجات مهمة هتحدد شكل المرحلة الجاية في تونس من أول يوم للرئيس قيس سعيد في قصر قرطاج بدأ سلسلة من الإصلاحات السياسية عشان يغير شكل النظام السياسي ويعطي دور أكبر لمؤسسة الرئاسة فهل الرئيس هيستمر في خطته دي لحد عام 2029 هل هنشوف تغييرات جديدة في الدستور هل تونس هتتحول لنظام رئاسي بكل الصلاحيات أسئلة كثيرة موجودة والإجابة هنعرفها مع الوقت لكن الأكيد أن الرئيس مصمم يترك بصنبه على النظام السياسي في تونس في أول انتخابات رئاسية له اختار قيس سعيد يكون مرشح مستقل بعيد عن الأحزاب المعروفة فهل هيفضل على موقفه ده في 2029 هل هيدخل الانتخابات بدعم شعبي بس ولا هنشوف تحالفات سياسية جديدة الأحزاب التونسية من جانبها لسه بتحاول ترتب نفسها بعد سنين من التشتت والتنافس فهل هتقدر ترجع لمكانتها في الساحة السياسية ولا المستقبل هيكون للرئيس المستقل والناس اللي بتدعمه من الشعب مفيش شك إن الاقتصاد هيكون له دور كبير في الانتخابات الرئاسية الجاية الوضع الاقتصادي الصعب اللي بتمر بيتونس تحدي كبير للرئيس كيس سعيد البطالة بتزيد وأسعار الحاجات بتزيد والناس مستنيين حلول أساسية فهل الرئيس هيقدر يحقق إنجازات اقتصادية واضحة قبل عام 2029؟ هل هيقدر يحسن الوضع المعيشي للمواطنين؟ الإجابة على الأسئلة ردها تكون مهمة جد في تحديد فرص فوز الرئيس لفترة رئاسية ثانية من الواضح إن عدد كبير من الشباب التونسي اختار الأستاذ كيس سعيد في الانتخابات اللي فاتت فهل الرئيس هيحافظ على دعم الشباب ده في 2029؟ وهل الذكاء الاصطناعي ومواقع التواصل الاجتماعي هيكون ليهم دور أكبر في الحملات الانتخابية الجاية؟ أكيد الشباب والتكنولوجيا هيكونوا عاملين مهمين في مستقبل الانتخابات في تونس تونس مش بعيدة عن اللي بيحصل حواليها الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا والجزائر ليها تأثير على تونس؟ فهل الرئيس كيس سعيد هيقدر يحافظ على أمن تونس واستقرارها في ظل الظروف دي؟ وإزاي هيدير العلاقات مع الدول المجاورة والدول الكبيرة؟ نجاح الرئيس في التعامل مع الأمور الخارجية دي هيكون مهم جداً في تقييم أدائه وممكن يكون له دور في قراره بالترشح مرة ثانية فاضل سبع سنين على الانتخابات الرئاسية الجاية في تونس سبع سنين مهمين هيحددوا مستقبل تونس ومستقبل الرئيس كيس سعيد السياسي الطريق لسه طويل والتحديات كثيرة لكن شعب تونس اللي قدر يعمل التاريخ قادر يواجه التحديات ويبني مستقبل أفضل فهل السنوات الجاية هتكون سنين ازدهار لتونس؟ وهل الرئيس كيس سعيد هيستمر في مسيرته السياسية؟ كل دي أسئلة هنجاوب عليها لأيام الجاية